اشتركوا في القناة من الغذاء أي تكون من الغذاء نفسه المخاطر المحتملة من الغذاء نفسه مثل قشر البيض في الكيك قشر البرتقال في العصير قشر البطاطس في البطاطس المقلية قشر الثوم والبصل في الطعام جذور البصل الأخضر الأوراق الخضراء للتماطم في صناعة اللحوم مثل بعض قطع العظام الصغيرة المكسورة أو الشعر في اللحوم المصنعة في صناعة الدجاج مثل قطع العظام المكسورة الصغيرة أو المنكار أو الريش في لحوم الدجاج المصنعة أو القطع القابلة للطعام في صناعة الأسماك مثل عظام الأسماك والزعانف والقشر الخاص بالسمك في السمك المعلب الأجسام الغريبة أو الحشرات التي قد تسقط أو تدخل في الغذاء بالخطأ مثل الذبابة المنزلية في صناعات اللحوم وذبابة الفاكهة في مزارع ومصانع الفاكهة الفراشات وحشرة العدة النم في الصناعات السكرية سوس الدقيق في مصانع البسكويت أو الكيك وغيرها حشرات الحبوب النحل في صناعة الحلويات سوس البسكويت في صناعة البسكويت الديدان الصغيرة والبق فضلات القوارد والشعر الخاص بها وهي خطيرة للغاية لأنها سببت فيما مضى انتشار الطاعون كما أنها قد تكون حاملة لأمراض أخرى فضلات الطيور والريش الخاص بها وهي خطيرة للغاية لأنها تكون عادة حاملة لبكتريا السلمونيلا والتي سيتم شرحها فيما بعد بإذن الله أمثلة أخرى للأجسام الغريبة التي قد تسقط أو تدخل في الغذاء بالخطأ أجزاء من التربة أو الصخور الصغيرة إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة سامبلي فوديا والإعجاب بها ترجمة نانسي قنقر